ايه هي فرصة العمر اللي شايفها مناسبة هل لما حضرتك او حضرتك جات لك فرصة العمر استثمرتها فعلا ولا يعني سبتها وقلت لأ تتعوض فما تعوضتش وما جاتش وما جاتش تاني وامتى بتيجي فرصة العمر فيه ناس تقعد تستنى يقولك لأ أنا مستني فرصة العمر تقوله وانت ما بتشتغلش ليه يقولك أنا مستني الفرصة تقوله طب مثلا فيه شغلنا بفلوس قليلة يقولك لا 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 ازاي بعدين ده أنا متعلم والتعليم واللي حصل واللي جارة وانا بويا تعف فيه عشان اروح اشتغل شغلنا دي وكلام من ده يعني يقولك أنا مستني فرصة العمر وفي واحد بالنسبة له فرصة العمر هي سفر كل سنة يقدم في الهجرة العشوائية لأمريكا وبعدين بقى راح بقى الهجرة منظمة الكندا واستراليا عمال يجري وراه هنا الشركات والحاجات وبتاعت ايه ومش ماشي معي يقولك بس فرصة بس اقدم في الهجرة والجيلي هي دي فرصة العمر بالنسبة له في واحد تاني بيشوف فرصة العمر في انه هو يعني في قطعة ارضة هيشتريها فهيبني عليها مصنع ولا حاجة فهي دي تبقى فرصة العمر بالنسبة له كل واحد فينا بشكل او باخر بيستنى فرصة العمر فهلما جات لك فرصة العمر انا عايز بقى خبرات بقى الناس الخبرات اللي عندها خبرات جات لك فرصة العمر امتى واستثمرتها ولا ما استثمرتهاش انا ليه وجد نظر في موضوع فرصة العمر بس انا يعني ما بقيتش بقى لي كم يوم كده مش حابب اقوله جات نظر عشان ما حرقش اي حاجة لكن ما فيش مشكلة ان احنا ندردش ونترح بعض الاسئلة هي فرصة العمر بتيجي لكل الناس ولا بتيجي للمجتهدين بتيجي للناس اللي بتسعب بتيجي للناس اللي بتقعد تدور وتحاول وتروح وتيجي وتسأل هنا وتعافر هنا يعني هل ممكن واحد يبعد في البيت كده مبلت قدام الفيلم العرب وفجأة تجيلي فرصة العمر وهو يكون اصلا ما بيدورش على حاجة مش عارف يعني هل ده ممكن يكون يحصل مش عارف فرصة العمر جات لك امتى واستثمرتها او ما استثمرتاش واحد يقعد حزينة العمر يقول لك انا جات لفرصة كان زماني دلوقتي بقيت كذا وكذا 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 بس معرفتش هستثمرها بس انا رفضتها وقلت لا انا مش هعمل كده ده انا هقعد معرفش هعمل ايه تمام وفيحد يقول لك بص انا كنت شغال وفجأة كنت بدور على شقة كان معايا ارشين بدور فيهم على شقة فلقيت واحد اعرفه فاتح محل وانا اصلا كنت شغال مندوب فرايح ابيع له حاجة للمحل بتاعه قال لي بقولك انا ببيع المحل ده ما تشتريه قلت له بكام قال لي بمية الف جنيه زمان طبعا فقال لك انا الشقة انا كنت هشتريها بتمانين الف جنيه والمحل بمية وكنت هشتري شقة عشان ابتدي اخطب وتجوز قلت طب ما اشتري المحل ويمكن هو بعد كده يجيب للشقة وكانت بقى اشتريت المحل وعليها بقى المحل كبر وبقى كويس جدا وسبت الشغلالة ان انا فيها وقعدت في المحل والمحل ده الصغير اللي في الحتة الزحمة اللي في الحتة الفلانية دي مش جاب لي شقة ربنا يديك جاب لي عمارة بعد كده يبقى دي فرصة العمر بتاعت الراجل ده